النهاردة يوم الأحد خمسة من نوفمبر بتحل الذكرى العشرة لرحيل الفريق مرتجي رئيس الأسبق للنيدي الآلي والحقيقة يعني الفريق مرتجي بيحظى بمكانة مميزة وكبيرة جدا في قلوب عشاق القلعة الحمراء الجدير بذكر أنه ولد الفريق مرتجي سنة 1916 في محافظة القاهرة وتخرج من الكلية الحربية سنة 1937 تولى الفريق أول مرتجي قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من 1663 لغاية 1965 وحصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن في إبريل من عام 64 ثم بعدها تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن عام 1966 خلينا نتكلم أنه الفريق مرتجي الحقيقة هو الرئيس التاسع للنيدي الآهلي وتولى هذه المسئولية في الستينيات والسبعينيات وارتبط اسمه طبعا ارتباط كبير جدا بالنيدي الآهلي عندما تولى رئاسته في المدة من 15 ديسمبر عام 1965 وحتى 13 من يوليو عام 1967 حقيقة أن كانت هذه المسئولية بتكليف رسمي من رئيس جمال عبد الناصر وقرار أيضا من المشير عبد الحكيم عامر حقيقة أن القرار جاء تحديدا بعد تدهور نتائج النيدي الآهلي وكان يجب للقيادة السياسية وقتها أن تتدخل وعلشان كده يمكن اختاره الفريق مرتاجي وعاد بعديها مرة أخرى لرئاسة النيدي الآهلي ولكن المرة دي بقى كانت مختلفة ما كانتش بتكليف رسمي الحقيقة كانت بقى الانتخاب في الفترة من 8 نوفمبر 1972 وحتى 12 من ديسمبر عام 1980 وخلينا الحقيقة نقول أو يعني نعطي حقه أن معاه النيدي الآهلي شهد طفرة كبيرة جدا في النتائج يعني على مستوى الألعاب وتحديدا الفريق الأول لقرة القدم وأيضا عودة البطولات مرة أخرى طبعا إحنا لما نتكلم عن النوع ده من الشخصيات فإحنا نتكلم عن شخصيات استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى كسمات شخصية وكرزمة وكمان كأياد بيضاء وبصمات وطبعا كل الكلام ده بحزفيره يعني ينطبق عليه رحمة الله عليه إحنا نتكلم عن فعلا شخص استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وجديد بالذكرة طبعا هو طبعا والد المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الآهلي اللي بيواصل المسيرة واللي إن شاء الله هيكون ليه برضو بصمات أكيد كتيرة جدا مع النادي الآهلي